اشتركوا في القناة المئات صباح اليوم بقطع الطريق التي تربط الربوني بسائر المخيمات الأخرى مستعملين في ذلك شاحنات والسيارات الربعية الدفع الاحتجاج جاء بعد استعمال القوى المفرطة أمسنا السبت من قبل جهاز البوليساريو الذي عمل على تفريق محتجين مطالبين بإطلاق صراح زملائهم المعتقلين وتسليم شاحناتهم المحجوزة على خلفية قيام دورية تبع للجمارك الجزائرية على الحدود الموريتانية الجزائرية قرب منطقة التنجي التي تسيطر عليها البوليساريو بمصادرة شاحنات تعود لتجار صحراويين أثناء عودتهم من موريتانيا باتجاه المخيمات وذلك بداع استعمال الشاحنات في تهريب البنزين الجزائري لموريتانيا حيث قامت الدورية باعتقال السائقين وتعريضهم للعنف والإهانة قبل نقلهم لسجن مدينة تندوف ما حدث إذن من تضييق واعتقال في حق تجار حاولوا كسر الحصار المضروب على قوت صحراويين بمخيمات تندوف الذين يزاولون مهنة التجارة ظنين أن يدل السبدادي لن تطالهم على اعتبار أن تجار حق مشروع لكن الظن جاء خطأا فكان المسير سجن تندوف تقريف الموضوع لفاتح لامين يقال الحاجة أم الاختراع وليس ما قام به هؤلاء التجار اختراعا ولا أمرا خارقا لمعتاد هم بكل بساطة مجموعة من الشباب حاولوا بطرق مشروع التغلب على المعاناة وعدم الاستسلام للمأساة بشاحنات خاصة تجلب ما في الامكان من احتياجات يومية بغرض التجارة من موريتانيا إلى الوجهة حيث مخيمات تندوف وغيرهم كثير من الشباب كل بطريقته الخاصة يصارع قساوة الطبيعة ويحاول كسر الحصار المضروب لا لشيء إلا لتوفير لقمة عيش لعائلات وأسر حبيسة المكان رهينة الزمان وحيث اللجوء بالجزائر يختلف ولا عراف إذ المعنى بنكهة جزائرية لا حق في السكن لا حق في التشغيل ولا بطاقة تثبت صفة اللجوء ومع غياب حق التشغيل المحاولات تعددت لشباب المخيمات منها اليائسة ومنها محاولات تنفذ من سلطة لا عدالة إلى حين ميسرة وما حدث أمس لهؤلاء الشباب من تعنيف وحجز لشاحناتهم بدعوة تهريب خير دليل على عبثية النظام الجزائري واستبداده ينقل هؤلاء التجار إلى سجن تندوف ونقلهم يعكس بجلاء سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها النظام الجزائري فمن جهة الحق في تقرير المصير ومن جهة أخرى لا حق في العيش ولا حياة إلا داخل أسلاك حصار تجود فيه الجزائر ببقايا ما جادت به المنظمات الدولية من مساعدات غذائية تتم غربلتها بميناء وهران ليصل الفتاة الذي بالكاد يسد الرمق حدث الاعتقال يشعل من جديد فتيل الاحتجاج فتلبس الشاحنات شعارات منددة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين ظلما كما تندد بالإهانات من طرف ما أسموه الحليف وكأن اللافتات المرفوعة تطلب تحديد الدور لهذا الحليف أي انحصر في الإهانة والتعنيف أم هو التشذق بتقرير المصير تحت وطأة الجوع والعطش في موضع آخر اختتمت ببني عياض بإقليم الزلال فعاليات الندوة العلمية المخلدة لذكرى الخامسة والأربعين لانتفاضات السيد محمد بصير التاريخية الندوة جاءت تحت شعار الإرهاب منطقة الساحل والسحراء وقضية السحراء وحماية المجتمعات من التطرف مرسلة في الموضوع للنعمة الدودي والسالح الرقيبي الجلسة العلمية الختامية لم تخرج عن السياق العام للندوة والذي تطرق لموضوع التطرف وتطوره منذ بداية الدولة الإسلامية وخصوصية التدين المغربي في مواجهة الإرهاب وكذلك دور أهل التصوف لتحسيس المجتمعات ضد هذه الظاهرة هذا العصر الحديث يجب علينا أن نتفكر في كل وقت عن دفع التطرف والإرهاب لأن الناس يتطرفون ويجعلون إرهابيين أهم الله هذه الزابية هيأت هذا المدرسة العاطر للدفاع عن التطرف هذه العبارة وافدة كلمة التطرف أو التزمت والسبب أنها ظهرت إلى عالم الوجود أهم سبب فيها غيابه العلم الشرعي الشريف على أصوله الذي يتلقى من أفواه العلماء فيأخذون العلم مع العمل ويأخذون القالة مع الحال فلما فقد المربي المعلم الذي منه تستقى العلوم الشرعية مع أحوال المعلم الذي تلقاه هو عن شيوخي وهكذا بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقع هذا الخلل فصار الإنسان يعتمد على شيخه الذي يعبر عنه بالكتاب والصحيفة قضية الصحراء والحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وكذلك التطورات الأخيرة لملف الوحدة الترابية موضوع كان حاضرا ضمن فعاليات الندوة العلمية المخلدة للذكر انتفاضة سيد محمد بصير وذلك من خلال عدة مداخلات آخر التطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية وذلك من خلال فيبعدها الدولي وعلى ضوء التفاعلات الإقليمية وتداعياتها على مستوى المنطقة فيظل ما يجري ويدور في منطقة الساحل وصحراء وقد تناولت ذلك من خلال الجوانب التالية أولا البعد الدولي في قراءة الخاطفة لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 22-18 ذانيا التداعيات ملف الساحل والصحراء وتداعياته مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد للصراع على الصحراويين أن يبادروا من الآن باختيار من يمثلهم في الحكم الذاتي فبدل من أن نطالب بالانفصال أي تجربة جنوب السودان حاليا يطلبون عودة السودان للحكم رغم أنه أبار البترول موجودة ثم هناك علاقات عبر التاريخ تربط المغرب بالصحراء لا يمكن إنكارها الدولة الإسلامية وامتدت إلى السينيقال وامتدت إلى ليبيا عبر المغرب إذن فين كانت المركزية؟ المركزية في المغرب فلا يمكن التجزيء إذا كان الاستعمار أراد التجزيء ونحن نريد التجزيء فلا فرق بين الرايتين يعني إحنا هو الاستعمار واحد أسدر الستار إذن على فعاليات الذكرى الخامسة والأربعين لانتفاضة سيد محمد بصير التاريخية بالعيون وشعارها لهذه النسخة دور أهل التصوّن في حماية المجتمعات من التطرف والتي امتدت على مدى يومين في سياق المنفصل أحيات أمس باسمار الفعاليات المحلية حفلا تأبينيا في أربعين نيات المرحوم بجمعة ولحمد سالم الغدال بحضور وفد رسمي ضم شخصيات مدنية وعسكرية ونواب عن غرفتي البرلمان وعضاء بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى جانب هيئات عن المجالس المنتخبة بالأقاليم الجنوبية قدمت واجب العزاء لأسرة الفقيد في المتابعة محمد نوار يوسف زعواطي ومبارك الباز مسار رجل وهب حياته لخدمة الآخرين شعار أربعينية تأبين المرحوم بجمعة ولحمد سالم الغدال في لحظة وفاء تعاقبت مداخلات من عاشره لاتعداد مناقب الفقيد كوطني مقاوم بالصفوف الأولى للقوات المسلحة الملكية المرابطة بمدينة سمار ورجل إجماع وتوافق بالمعترك السياسي كمستشار البرلماني عن جهة قليم مسمارة وعضو بالغرفة الجهوية للتجارة والصناع والخدمات ومستشار بالمجلس البلدي للمدينة منذ سنة 1992 فقدنا أب وفقدنا الأخو والأخ بصفة خاصة بالنسبة ليانا اللي كان عضو في الفريق الاستقلالي معايا كبرلماني واللي نعرف هو ونعرف خصال الحميدة لا في القضية الوطنية ولا في العمل من أجل المسرحة العامة ولا في العلاقات الإنسانية اللي عندهم مع المواطنين هون في مدينة السمارة ولا المساهمة دياله الفعلية يعني كنت في بناء هذه المدينة إلى جانب الإخوة الآخرين ديال مدينة العيون هذا الرجل اللي كان في هذه المنطقة ديال السمارة اللي كان يمثل هذا الغبيلة ويمثل عداد ديال المسائل في الخير وفي الصلاح احنا كان دعو عليه بالرحمة وكان طلبوه من الغبايل وغبايل تتصاب الخصوص اللي كان تسكن في السمارة اللي كان كيدرنا التلاحوم مع قبايل الجنوب ومع القبايل وكان كيدرنا الخير وكان كيدرنا الخير وكان كيدرنا في الخير هو رجل مؤمن مخلص للوطن لله والوطن والدولة ومعلوم رفاد للوليات ورفاد للضعفاء واللجاه كامل محد يدور غاية يرقعها لأبو جمعة من أولاد الأقليم من أخيار أولاد الصحراء هو أحد أعين قبائل الصحراء وبالتالي نشكر الجميع لهذا العزاء لهو صراحة فقيد ليس بفقيد يتوسى ولا قبائل صحراء كامل جميع يشار إلى أن الفقيد وفاه الأجل المحتوم عن عمر يناهز 59 سنة بمدينة السمارة عفل التأبين توجه بتلاوة برقية الولاي والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس لترفع كف الدعاء سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وإن لله وإن إليه راجعون في شان التنموي عقد أعضاء اللجنة الجهوية لتنمية البشرية بالدخل اجتماعا لمناقشة عدد من المشاريع المدرجة في طار برنامج محاربة الهشاشة والتهميش لسنة الجارية يتم في نهاية هذا اللقاء المصادقة عليها مع ختم أيام معدودة فقط تفصلنا عن حلول شهر رمضان المعظم حيث تقوم المصالح المعنية بمراقبة الجودة والأسعار من خلال تدخلاتها الاستباقية لتمويل إمداد الأسواق المحلية بالمواد التي يكثر عليها الطلب بجودة وأسعار مناسبين وفي سياق ذاته ترأس عامل وقليما سمارا شغال اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة بحضور مكونات اللجنة إلى جانب رؤساء المجالسي المنتخبة تفاصيل أوفا في سياق متابعة يوسف زعواطي ومبارك الباس لا حتى باشير شهر الصيام ومعه تأخذ عادات الناس الاستهلاكية منحا في تصاعد المستمع حيث تتجاوز مقتنيات الأسعار حاجياتها الأساسية المعتادة لتشمل مجموع المواد الغذائية المعروضة بالأسواق ولتأمين السلع والمواد بجودة وأثمان مناسبة التأم تشغال اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأسعار وعلى أجندتها تتبع حالة الأسواق واستعراض آليات المراقبة المعهود لها تجسيد استباقية تدخلات الفاعلين في المجال لتموين الأسواق المحلية بحاجيات الساكنة خاصة المواد التي يتضاعف عليها الطلب خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة وجودة تراعي صحة المستهلك نحن نشتغل في إطار حماية المستهلك لذلك إن شاء الله جاءت الاجتماع باش يقوي الروابث ما بين عناصر للجنة الإقليمية المختلفة للمراقبة الأسعار والجودة وذلك من خلال تكتيف والمشاركة بجدية وفي مراقبة المواد الغذائية خاصة الحيوانية وذات الأسلحة الحيوانية السريعة التلف كالسماك واللحوم والبيض إلى غير ذلك فيما يخص التموين تبين من خلال التحريات التي تتقوم بها اللجنة داخل الأسواق هنا بإسمارة بوفرة المخزون بحيث أن التموين سيكون تموين طبيعي وعادي خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة بالنسبة للجودة تقوم اللجنة بتتبع الحالة للجودة لجميع المواد دات الاستيلاك الوسع وفي الخلاصات حالة الأسواق مطمئنة وآليات المراقبة على مستوى عال من الجاهزية واليقظة ويبقى وعي الساكنة بقواعد جودة المنتوج والإبلاغ عن المخالفات عاملاً أساسياً لكسب رهان الصحة المستهلك ومن أسمار إلى الدخل وتحديداً بقصر المؤتمرات وبحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين بلجها إضافة إلى عدد من المقاولين الشباب افتتح تشغال المؤتمر الوطني السابع لمركز الشباب الذي يناقش جملة من القضايا المرتبطة بالمقاولة وكذا المسيرين تفاصيل رفقة محمد ترزي ومحمد مولود من لا يخاف تحت شعار المقاولة الإيجابية أداة للتنمية الشاملة وعقد المؤتمر الوطني السابع لمركز الشباب المسيرين فإلى جانب الحضور الوطني من المقاولين الشباب حضر مقاولون أجانب في المتدى الدولي بغية التشور وفتح باب الحوار في لقاءات عقدت لتسليط الضوء على إكرهات المقاولة مع نقاشات حول أكثر الطرق أمانة لنجاح المقاول ضمن إطار يجعل من الاقتصاد في خدمة الإنسان الهدف دياله هو تحسيس وتجنيد الأطور لكي يذهب إلى المدارس الإعدادية والتنوية لتعطي تلاميذ على خلق وتسيير شركات تلاميذية مواكبتها للمقاولين الشباب مواكبتها للمقاولة الصغرى والصغرى جدا من أجل الرقي بالمقاولة الشابة بكلتا الجهتين نتوخى كذلك من الوراشات التي سنشارك فيها اليوم أن نبرز الكفاءة وكفاءات وطاقات الشابة الثمار الذي نحن من هذا المؤتمر الوطني السابع للسجدي عنه الذي يخلق ننتظره من النبات شركات مع عدة مقاولين شباب عرفوا نجاح بدأوا بداياتهم صعيبة جدا والله نقدر نقوله عصاميين مية في المية بدأوا حقه نجاحا كبير لا يقول أهمية المؤتمر الثاني هو عنده همية كبيرة في إطار توجيه المقاولين الشباب الجهة بعد ذهب وكذلك هناك تعارف مع بعض المستثمرين من باقي الدول نقشه واحد الموضوع اللي هو المقاولة منذ البداية ديلها ستكون مقاولة إيجابية مقاولة إيجابية هي مقاولة مسؤولة مقاولة عندها واحد مسؤولية اجتماعية مسؤولية إنسانية يعني لا نريد مقاولة لكتضرب المناخ لا نريد مقاولة لكتضرب الإنسان ولكن نريد مقاولة إيجابية مركز المسيرين الشباب الذي يعد حركة لرواد الأعمال الشباب اختار تنظيم فقرات متعددة خلال المؤتمر الوطني من بينها تنظيم الدورة الأولى لتكريم رائد أعمال السنة تشجيعا لشباب المقاولين في شأن الحزب وتحت إشراف الأمنة الجهوية لحزب الأصلة والمعاصرة بجهة العيون وجدورات سقية الحمراء تم أمس بالعيون انعقاد المؤتمر التأسيسي منتدى الجهوي للمهندسين بالجهة المؤتمر عرف حضورا من لدن أطر ومستثمرين ومهندسين ومناظلي الحزب وتم خلاله انتخاب منتدى جهوي للمهندسين وأنشطة أخرى تضمنها جدول الأعمال نتعرف على تفاصيلها في تقرير محمد فاضل أبو الحسن وعبدالله المحمود اللقاء استهل بكلمتين افتتاحيتين واحدة عن المكتب السياسي لحزب الأصلة والمعاصرة والأخرى ألقاها رئيس منتدى الأصلة والمعاصرة للهندسة الوطنية فقدمت فكرة عن الأهداف والمكتسبات والتطلعات التي يرسمها الحزب في هذه الجهة مع فئة المهندسين التي طالما عزف ممتهنها عن السياسة حسب المتدخلين كما تم تقديم عرض حول دور المهندس في تنمية الأقالم الجنوبية معزز بالمنجزات والأرقام والمعطيات الهدف الأسمى كيف تدخل الحزب وندى به مصالحة 80% من المغاربة والله يعلم كم تشكل النخبة في هذه 80% والطبقة الوسطى وأننا نجيه في شق تاني من العنويل البارزة في التأسيس كيف يمكن تكون السياسة بشكل مغير اليوم الحزب خلق المنظمات الشبابية أربعة لف شاب وشابة احنا مهندسين نبدأ بمئة وسبعين كنتوخة ونصول خمسمية ستمية باش يمكن في التالي نبلغوه لك الهدف الاستراتيجي لحتنا كعنوان بارز في التأسيس السياسة بشكل مغير الهيئات الموازية هي بالنسبة للحزب مختبر لإنتاج مواقف الحزب في كل ما يتعلق بشؤون التي تتعلق بالمغربة بالنسبة للهيئة المهندسين أنا كنتظر الدور ديلها والنضال من أجل الرفع من المكانة ديل المهندس المغربي وتمكنهم القيام بالدور المنطبه لا على مستوى المقاولة ولا على مستوى الإدارة العمومية ولا على مستوى الجماعة الترابية وقد عرف هذا اللقاء التأسيسي للمنتدى الجهوي للمهندسين بجهة العيون بوجدور الساقي الحمراء التصويت على رئيس مكتب المنتدى على مستوى الجهة واعتماد أعضائه حيث يعد هذا المنتدى لبنة حزبية جديدة تستكمل بها التنظيمات الموازية على مستوى الجهة لقاء دي المؤتمر لتأسيس منتدى الأصالة والمعاصرة للمهندسين بالآقال من الجنوبية والذي من خلاله كان استكملوا البنيات الحزبية الجهوية والإقليمية في الجهة العيون بوجدور الساقي الحمراء والهدف الأساسي منه هو مصالحة الفعاليات المحلية والنخب المحلية مع السياسة بشكل عام ومع الشأن المحلي بشكل خاص ومقدمة هذه النخب الطبع والمهندسات والمهندسين أنا سعيدة اليوم بتأسيس هذا المنتدى وسعيدة أكثر بإشراك المرأة الصحراوية الشابة المهندسة التي لم تعد متفرجة بل هي فاعلة وتساهم في تنمية أقاليمها من خلال انخراطها السياسي لأن بالنسبة لي التنمية هي أكبر تحدي والحل لجميع مشاكل الساكنة المحلية وقد تخللت اللقاء التأسيسي هذا مداخلات لعدد من الحاضرين من المستثمرين والمهندسين ومناضلية الحزب همت انشغالات هذه الفئات وطموحاتها كما تم تكريم مستثمر ومهندس ينتميان للمنطقة وعرف بعطائهما ومساهماتهما في التنمية المحلية في شأن الديني تتواصل فعليات إقصائيات مسابقة تجويد القرآن الكريم التي تنظمها سنويا قناة العيون تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس هذا وقد احتضن أحد مساجد مدينة تاتا الإقصائيات التي تبعت ورها عامل الإقليم رفقة وفد رسمي وتفاصيل رفقة حفظ محضار بواهبنا في حفظ وتجويد كتاب الله من إقليم تطا تتاح لها هذه الفرصة المشاركة والتباري في هذه المسابقة الجهوية في الحفظ والتجويد التي تنظمها قناة العيون مشاركنا أبانوا عن قدرات جيدة حيث كانت قرارات لجل تحكيم بيتصلا في تحديد الأسماء التي ستمثل الإقليم في التصفية النهائية بمدينة العيون تأهلت إلى النهائية من المسابقة التي نظمتها قناة العيون الجهوية في فرع حفظ خمسة أهزاب هذه المسابقة تصب في إطار ججيع النشأ في الاهتمام بالقرآن الكريم وتوعيتهم بأهمية القرآن الكريم وتحفيزهم لأن يستمروا في حفظ القرآن الكريم ولأن يستمروا ويبدلوا مجهوداتهم لكي يكونوا من أهل القرآن الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يمنع عليهم بالخير والفضل والتواب الكثير كتاب هذه المسابقة الإقليمية ميزها توزيع الجوائز على المتفوقين الذين سيكون عليهم تبثل الإقليم أحسن تمثيل في المباراة النهائية التي تتوج أطور هذه المسابقة الدينية أما في الميدان السحي فقد نظم المجلس العلمي المحلي الإقليمي والوحدة الإدارية لمؤسسة محمد الخامس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين وبتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية نظم حملة لتبرع بالدم مبادرة تطوعية تأتي من أجل ترسيخ وإشاعة ثقافة تبرع بالدم ودعم ومساعدة المرضى الذين هم في حاجة ماسة لمثل هذه الحملات روبرتاج حيجة بتامكم محمد فاضل عبيدة في إطار أنشطتها الدينية والتوعوية نظم المجلس العلمي المحلي بيقليمي حملة للتبرع بالدم بمشاركة عدد من أعضاء المجلس والوعظات والمرشدين وكذا القيمين الدينيين مبادرة جاءت من أجل ترسيخ ثقافة تبرع بالدم لدى المواطنين وتوعيتهم بمزايا والفوائد الصحية للمتبرعين بالدم تبرع بالدم فيها منافع كثيرة للصحة المتبرع إنها كتتعوض هذا التبرع كتتعوض بثلث أيام ولها منافع بحل النخع الشوكي في الزيادة في الكوريات الحمراء وأصلاً منافع آخر أنها كتنقذ حياة آخرين اللي أنتم ما كتشوفوا الحوادث تسير اللي في المغرب أن القطرة ديال الدم أنها تقدر تنفع تنفع شحال ديالأشخاص اللي بحاجة ماسة لهذه الحملات التبرع نشكر بزرفة للإخوة اللي تحول لنا الفرصة لشغل إنسان محتحنا نديروا هذا العمل الخيري نطلب الله سبحانه وتعالى تقبل من الجميع ونحن مقبلون على سهر رمضان الأبرك للأعمال فيه كتضاع هذا عمل أولاً خيري بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وكام الناس خاصة تبرع لأنه فيه فائدة صحية وفائدة دينية في الدنيا والآخر جميع القيمين الدينيين رحبوا بهذه العملية التطوعية لما لها من أثر إيجابي على التعاون والتكافل الإجتماعي وأهمية أن تساهم قطرة الدم التي يتبرعون بها في إنقاذ حياة إنسان بحاجة ماسة لها يوم جينا إن شاء الله باش نساهم بالدم ديالنا بصفتنا القيم الدينيين جينا بس نساهم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ضرورة المشاركة في هذه الحملة التي تعود بالفائدة والخير على المواطنين وعلى الأمة خاصة وهم يتلون كتاب الله وما فيه من الحت على الخير والمشاركة والدعوة إليه مبادرة إنسانية إذن تأتي بهدف غرس قيم التطوع ونشر الوعي والعمل النبيل ودعم المرضى والمصابين أو تحسين حالتهم الصحية عن طريق التبرع بالدم انطلاقا من قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نتوقف الآن مع الفقر القرى ضمن مواد نشرتنا الإخبارية وجديد صحف الوطنية صدر يوم غدنا الإثنين في مواضيع تتعلق بآخر إخبار الأقاليم الجنوبية في تقرير لغالي الكرح نستعيل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدنا الإثنين من يومية إخبار اليوم التي كتبت أنهى جلالة الملك محمد السادس جولته الإفريقية الثالثة يوم الجمعة الماضية بعدما زار كل من السنغال غينيا بيساو ساحل العاج والقابون وامتدت من 20 ماي حتى السابع من يونيو وقعت خلالها اتفاقيات للتبادل التجاري والتنمية الاقتصادية وذكرت أخبار اليوم أن المغرب يسعى من خلال هذه الزيارات النهوض بالمبادلات التجارية والاقتصادية وتنمية علاقاته الثقافية مع بلدان القارة الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب جنوب على كل الأصعدة يومية المساء كتبت بانكيمون يزور الصحراء لكسر جمود القضية وجاء في تفاصيل الخبر بأن هذه الزيارة كشفت عنها مديرة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة وذكرت بأن زيارة المرتقبة لبانكيمون الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء خلال السنة الجارية ووضحت المساء أن هذه الزيارة تأتي بعد أن عبر الطرف الآخر أي البوليساريو عن نيته واستعداده للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة مع المغرب ويأتي هذا في الوقت الذي حقق فيه المغرب انتصارا كبيرا في ملف الصحراء يومية الصباح كتبت في صفحتها الأولى أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن مصالحها تمكنت من توقيف 57 شخصا من بينهم عشر نساء وذلك لتورطهم في أعمال الغش في الامتحانات وحمل البلاغ لائحة المدن التي تم فيها ضبط هؤلاء وحلت مدينة العيون على رأس القائمة وكشفت الصباح أن عدد الموقوفين في مدينة العيون وصل إلى 13 شخصا وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التوقيفات تأتي في إطار المواكبة الأمنية لضمان السير العادية لامتحانات الباكالوريا ومن يومية الأخبار نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدر الإثنين وكتبت جرى يوم الأربعاء الماضي خلال لقاء النظمة في مدريدة تقديم فرص للأعمال والاستثمار التي يتيحها الاقتصاد المغربي لرجال الأعمال الإسبان وشكل اللقاء الذي نظمته مؤسسة استثمار في المغرب وشركاء برنامج التصدير من أجل النمو تحت شعار المغرب بلد الفرص مناسبة لإطلاع المقاولين الإسبان على مناخ الاستثمار في المغرب وأضحت الأخبار أن مسؤولية البنوك والمقاولات الإسبانية العاملة بالمغرب سجلوا أن المغرب بلد ينمو فيه الاقتصاد بشكل مضطرد ويتوفر على العديد من المؤهلات لا سيما قربه الجغرافي من أوروبا مبرزين أن الأرقام تشهد على متانة العلاقات التجارية بين البلدين وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء أن أمن الأعمال مكفول في المغرب داعين في هذا الصياق المستثمين لإسبان إلى الأخذ بعاني الاعتبار خصوصيات السوق والاقتصاد المغربيين ونخصم النشرة بورقة أحوال الدقصة المرتقبة اليوم غد الاثنين حيث ارتقب أن تكون السماء صفي إلى قليلة السحب بالأقاليم الجنوبية فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين خمسة عشر درجة بكليميم وستة عشر درجة بيوسرد بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين تسعة وثلاثين درجة بيوسرد واثنين وعشرين درجة بيسي ديفني حالة البحر بالواجعة الأطلسية سيكون البحر قليل الهاجن لهاج ما بين الجرف الأصفر والداخل وهاجن بالجنوب شرق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة السادسة صباحا ودقيقتين وغروب على الساعة السابعة مساء واربع أربعين دقيقة درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى ستة عشرين درجة برباط أربع أربعين درجة بنواكشو تسعة وثلاثين درجة بباماكو تنين واربعين درجة بنواذيبو تسعة وثلاثين درجة بزويرات أربع وثلاثين درجة بياطار ثلاثة واربعين درجة بربوني خمسة واربعين درجة بتودني أربع واربعين درجة بكي هيدي وأربع وثلاثين درجة بتندوف قبل الختام ملودة كيرو كمو شايدنا